السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء مع كل استاذ المهندس محمد نور بمادة رياضيات ورطاورة ميتماتيك قوم بير درس كتابه رح نتابع بهالكتاب محمد وقفنا درس السابق بصفحة 172 كنجي درجة دام دير بالنميان لشد سيزلك لار فيشد سيزلك سيستم لاره يعني هون رح ندرس المتراجحات ونتعرف على نظام المتراجحات بحل المعادلات اللي من الدرجة الثانية واللي بتكون بمجهول واحد طيب هلا لحنا بنعرف انه شكل المعادلة من الدرجة الثانية بيكون بهالشكل هاد ولكن هون رح تصير عندنا متراجحة المتراجحة بتكون اكبر او اصغر اذا كانت المعادلة تساوي الصفر فدائما بيطلع قيمة لمن لا اكس يعني بيطلع قيمة لا اكس اذا كانت اكس مربع مثلا بيطلع لقيمتين بينما اذا كانت هالمعادلة اكبر او اصغر فهي رح تاخد مجال رح تاخد مجال من الارقام ليس رقم واحد ما رح يكون الى قيمة فقط وحدة رح يكون الى مجال من الارقام انا مثلا عبقول هاي اكبر من الصفر فمعناته هالمعادلة بشكل عام ما رح تكون اصغر من الصفر رح تكون دائما اكبر من الصفر يعني اكبر من الصفر معناته واحد اتنين اتلاتة هاللي هو طبعا حسب المعادلة كل معادلة والى شروط لحنا رح نتعرف كيف نحط له هالشروط هاي هلا الفقرة الاولى من هالبحث هاد رح ندرس متراجحة من الدرجة التانية المتراجحة من الدرجة التانية اذا جينا لندرسها اول شي المتراجحة رح يكون شكلها من هالشكل هاد ا مضروبة بي اكس مربع زائد بي بي اكس زائد جي اكبر او تساوي الصفر او ممكن تكون اصغر من الصفر او اكبر تماما من الصفر بهالروتين هاد طيب اول شي بعمله قال بساوية تساوي الصفر يعني بشيل هاي وحط بدالة تساوي الصفر بوجد لجزورة ايش يعني جزورة يعني حلولة تطلع معي تعرفوا انتو متل ما تعلمنا بالدروس السابقة انو احسن طريقة او اسهل طريقة لاني تيوجد جزور معادلة هي الدلتة عندي لايجاد هالمعادلة هاي لازم ارسم هالجدول هاد هالجدول على ايش بيحتوي بيحتوي على اكس فيو هذا الصرطر اكس فبتكون من ناقص لا نهاي للزائد لا نهاي اذا عندي اكسات انا طالعتها من المعادلة بيحطو عندي هون طيب وايش بيحتوي بيحتوي على التابع التابع هون بمثلي الواي تبعيته احنا دائما كنا نقول مثلا اف اكس تساوي كذا 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 الاف اكس هي بنقصد فيها مين؟ بنقصد فيها الواي هلا بنجي عندي معادلة من الدرجة الثانية متل هالشكل هاد بساوية تساوي الصفر متل ما حكينا بعدين بدرس لها الدلتا تبعيتها اذا كانت الدلتا تبعيتها اكبر من الصفر حكينا بالدرس السابق اذا كانت اكبر من الصفر فبدي يصير عندي اكس واحد واكس اتنين قيمتين لقلا والقيمتين رح يكونوا مختلفات ما رح يكونوا متساويات قال بعد ما طالع هالجزور هاي بشيل هالجزور هاي وبحطه هون يعني عندي هون ناقص لانيهاي اذا انا مثلا طالعت الجزر الاول مثلا الثلاثة الجزر الثاني طلع معي ناقص اتنين قال مع مراعاة التطبيق بحل الجزور يعني عندي هون ناقص لانيهاي معناته هون بحط الصغير هون الاكبر لا اصلى الزائد لانيهاي يعني بشيل هون مثلا الاكس اتنين بحطه هون يعني بحط هون الناقص اتنين هون الالتلاتة بحط النص صغير للكبير قال بطلع على هالمعادلة هاي الآ تبعيتها لحظوا هاي الآ تبعيتها ايش اشارتها اشارتها موجبة قال عكس اشارتها بيكون بين الجزرين هون بهالجدول رح نحط اشارات يعني هاي اشارتها موجبة فهون بدي احط سالب وكمان بطلع هون وهون بحطهم موجب يعني هون حطيت عكسها الباقيين كلهم بحطهم موجب اذا كانت عندي هاي سالبة الآ فبحط هون موجب اما اذا كانت الدلتة تساوي الصفر يعني عندي جزرين اكس واحد واكس اتنين قال اذا عندي اكس واحد واكس اتنين لاحظوا هون عبرت عن نقطة بهالشكل هادي يعني عندي جزر واحد فقط هون عندي جزرين بنفس المجال فبعبر عنه بدائرتين طبعا هاي دائرة مفرغة يعني الاكس هاي الموجودة هون لا تنتمي لا لهالاشارة ولا لهالاشارة ليش؟ لانه احنا عم نحسبه عن تساوي الصفر الصفر هو موجب ولا سالب هو ذاتا بين البينين بينات هدول لا مع هدول ولا مع هدول لذلك بتكون هون عندي الدائرة مفرغة اثناء درسنا راح نشوف حالات ايمت بتكون مغمأة هالنقطة هاي هون عندي بنرجع عندي جزرين فحطيت عندي هون بهالشكل هات قال بروح بطلع على اشارتة للاكس مربع اش بتكون اشارتة للاكس مربع بروح بحطة هون وبحطة هون على الطرفين نفسة بضع حطة يعني اذا كانت عندي اشارتة موجبة فهم بضع حط موجب وهون بضع حط موجب اما اذا كانت عندي الدلتا أصغر من الصفر يعني ما عندي ولا حل حقيقي لهالمعادلة هاي قال اذا ما كان عندي حل حقيقي لهالمعادلة هاي فهم ما رح اقدر احط شي هون كنت عبطالة الـ X لذلك عب بقدر بحطة هون بينما هون ما رح يكون عندي شي نهائيا رح يكون هذا المجال من الناقص لنهاي للزائد لنهاي والإشارة اللي بدا تكون هون آلهية نفسه إشارة الـ A إش ما كانت إشارة الـ A بدا أجيبها أحطها هون يعني هون موجبة فبقول هون موجب 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 بكل مكان في عندي موجب هيك بكون شرحنا حل المعادلة من الدرجة الثانية خلينا نراجع سوى قبل ما ننتقل للفقرة الجديدة لو كانت من الدرجة الأولى قال إذا كانت من الدرجة الأولى يعني 2X زائد 1 مثلا هاي تعتبر من الدرجة الأولى هاي دائما رح يطلع لحل وحيد يعني رح يطلع لحل X وحدة ذاتا عندي إياها الـ X من المرتبة الواحدة تمام؟ قال عند البعمل الجدوى اللقلة مو هون عب أبلش ناقص لنهاية وهون عب أعطي زائد لنهاية وهون عب أحط هيك وهون عب أكتب هون الـ X وهون التابع قال قبل الجزر المحطوط بيكون عكس إشارتة لهاي هاي الآ إيش إشارتة؟ إشارتة موجبة معنا رتا هون بحط سالب وما بعد الجزر بحطه موجب هيك منكون غطينا هاد الحكي هلأ هدول منشرحون أثناء حلنا للتمرين هدول ما فيهم شيء بس هنا إذا كان عندي لاحظوا إذا كان عندي حل واحد وكان عندي داخل يعني كانت عندي أكبر أو تساوي أو أصغر أو تساوي يعني كان في مساواة فبتكون دائما هاي النقطة مغمأة إذا كان ما في مساواة فهي النقطة بتكون مفرغة طبعا هذا الشكل بتكون عندي إياها ميدخلة هلأ رح نشوفها بدروسنا بأثناء تماريننا توضح الفكرة أكتر طيب هوني بالأورنك الأول عبي قللي إكس مربع ناقص خمسة إكس زائد أربعة فونكسيونون إشارتنا إنجلينز يعني خلونا نعمل كونترول لمن لإشارة التابعهات اللي هو إكس مربع ناقص خمسة إكس زائد أربعة هوني أعطانا مثال صغير قبل ما يدخل بالمتراجحات ما كتبنا إياها على شكل متراجحة ولكن أنا ندرس إشارته لهالتابعهات طيب أول شغلة إنه منساويه ساوي الصفر ساويناه وساوي الصفر منطالع له الدلتا الدلتا تبعيته إيش تساوي ب مربع ناقص أربعة ب مربع هي هاي الخمسة خمسة وعشرين ناقص أربعة بواحد بأربعة فبتطلع معي تسعة طلعت أكبر من الصفر معناته إلو جزرين مين هنن الجزرين؟ الجزرين منقدر نكتشفهم بالتحليل المباشر عددين ضربهم في بعضهم يساوي أربعة جمعهم مع بعضهم يساوي ناقص خمسة مين هنن العددين تضربهم في بعضهم يساوي أربعة الأربعة والواحد وجمعهم مع بعضهم يساوي ناقص خمسة معناته هذا ناقص وهذا ناقص لأنه ناقص واحد مضروب بناقص أربعة يساوي زائد أربعة طيب صارت عندي الحل هيك مزبوط بقول إما هذا الطرف يساوي الصفر أو هذا الطرف يساوي الصفر يعني إما إكس رح تطلع قيمتها أربعة أو إكس رح تطلع قيمتها واحد برسم هذا الجدول بهالشكل هاد إكس من ناقص لنهاية للزايد لنهاية الواحد أكبر للأربعة طبعاً الأربعة فبحطه من طرف الموجب فبصير عندي واحد هون وأربعة هون هلا بجي بطلع هذا الأبن الحلال إشارة الآن تبعيته موجبة معناته ما بين الجزرين بتكون عكسة وهون الباقين كلهاتهم موجبات طبعاً هيك بهالطريقة هاي بهالجدول هاد عملنا دراسة لمين لإشارة هل تابع هاد هون عبوضح لنا إنه الجزرين اللي طلعوا معي هن النقاط اللي بيطلقى فيهم التابع مع المحور إكس ليش؟ لأنه إحنا عندنا عم نقول إف إكس يساوي الصفر يعني كأنيتنا عم نساوي هاد يساوي الصفر هاد منه هو؟ هاد هو نفسه الواي فهاد محور الواي نحن عم ساويه ساوي الصفر لو عزو عبوضح بيطلع معي جزرين بهالشكل هاد هون بالتمرين البعده عبيقلي كمان نفس الشي خلونا ندرس إشارة هالتابع هاد بنفس الطريقة بقول بحسب الدلتا الدلتا طلعت معي وإز ناقص التلاتة طلعت معي أصغر من الصفر يعني منروح للحالة التالتة اللي هي بيكون نفس إشارته برسم الجدول هون إيكس هون إف إيكس من ناقصة نهاي لزائد لنهاي ما عندي ولا جزر هون فبعيفه بقوله لا بكتب أنه ما في عندي جزر لا أما بعيفه فاضي ما بأسر وبحط إشارة الآ نفسه شاد إشارة الأمثال الآكس مربع إشارته موجب فبكل محل عندي آ موجب هلا بالأورنكل بعده كمان نفس الطريقة لاحظوا تابع من الدرجة الثانية كمان بنفس الطريقة سواها تساوي الصفر ومنضرب إذا بدكم بنائص أو منحسب الدلتا فورا ما بأسر حسب الدلتا طلعت الدلتا أصغر من الصفر يعني ناقص أربعة إذا طلعت الدلتا ناقص أربعة طبعا ما ننسى قانون الدلتا هي بي مربع ناقص أربعة أ مضروبة بي جي فطلعت تساوي الناقص أربعة هلا هون معناتها بروح بطلع على إشارته لهات هدا إشي إشارته إشارته سالبة ليك هون سالبة قبل ما نساويه ساوي الصفر إشارته سالبة معناتها الإشارة هون رح تكون كلها تسالبة وهذا من ناقص لنهاية لزايد لنهاية وما عندي ولا جزر لا له هلا بالبعدة أورنك رقم 13 عبر إلي كمان نفس الشي نفس الطلب إنه بده أدرسته إشارة هذا التابع التابع عندي إياه إكس مربع ناقص أربعة إكس زائد أربعة طيب كماني بطبق الدلت عليه بلاحظ الباي هون 16 بتصير 16 ناقص أربعة مضروبة بأربعة بواحد يعني ناقص 16 فبتطلع تساوي الصفر بحسوا بالجزرين مين هن الجزرين لاحظوا بقدر بحسوا من هون مربع الأول ناقص أتنين الأول بالتاني زائد مربع الثاني فالتاني هو اتنين والأول هو إكس فبصير عندي إكس ناقص أتنين كلها ياتها للتربيع معناتها الإكس تساوي اتنين طيب باجي فورا بكتب هون إكس هون بكتب التابع هون من ناقص لنهاية عندي للزائد لنهاية هون بحطله دويرتين لأنه هاي هم إكس واحد هم إكس اتنين هي نفسها وتساوي اتنين هذي الإشارات الزائد هاي تتبع للحالة التانية عندي الإكس مربع إش إشارته؟ إشارته موجبة معناتها هون موجب وهون موجب هلا بالتمرين البعدو الأورنيك رقم 14 عبقلي 3 إكس مربع ناقص 5 إكس ناقص 2 أكبر من الصفر إشت سزلين جزمكم السنب بلو نز يعني هالمرة لاحظوا عطاني متراجحة حقيقية لاحظوا عندي هذا التابع أكبر من الصفر تاب مني عبقلي للمتراجحة احسبولا الجزوم كوميسي يعني مجموعة الحلول أول مرحلة بعملة بساوية تساوي الصفر وبطالع الجزور تبعيتها ساويتها تساوي الصفر حسب دلتها البا مربع هي 25 هاي 3 مضروبة ب2 مضروبة ب4 بطلع كلها تساوي 49 49 أكبر من الصفر مثل ما بتعرفوه فبروح إما بالتحليل المباشر بحولها لجداء أو بطالع فورا من دلتها بطالع الـ x1 والـ x2 هوني راح طالعها بالتحليل المباشر يعني لاقه من هون نرجع من عيد مشان اللي ما هو تحط له هذيك المرة لاقه من هون 3x مضروبة بx يعني لاقه حدين مضروبات ببعضهم يساوي هذا الحد 3x بx 3x مربع وبالطرف الثاني هون عندي 2 فمعناتها هي 2 مضروبة ب1 هاي واحد وهي 2 لاحظوا عندي سالب هون معناتها لازم واحد من هالتنين يكون سالب هذا منحطه موجب وهذا منحطه سالب منتأكد من حلنا اذا كان صح ولا غلط ايش منساوي ايش منساوي ومنضرب هاد بهاد نجمعه مع ضرب هاد بهاد 3x مضروبة بنائس فبصلاح نائس 6x نائس 6x وهون عندي x يعني زائد x فبيبقى نائس 5x ما هذا فرضيتي مزبوطة بقول 3x زائد 1 مضروبة بx نائس 2 بيطلع معي هالشكل الموجود هول هلا اما هاد يساوي الصفر او هاد يساوي الصفر اذا كان هاد يساوي الصفر فمعناته بنقول الواحد للطرف الثاني بتصير نائس 1 بقسم على امثال الـ x بصير عندي الـ x1 تساوي نائس 1 على 3 او الـ x2 كمان بنقول الناقس 2 للطرف الثاني فبصير زائد 2 فبتطلع الـ x2 تساوي 2 هلا باجي على الجدول برسم الجدول فورا بقول هذا x وهذا التابع هون عندي من نائس لنهاية للزائد لنهاية مين هن الجزرين اللي طلعوا عندي الصغير بحطه بالأول بعدين الأكبر منه وبنزل خط ودائرة وبحط هون هون عندي اشارتة للـ a لاحظوا امثال الـ a هون موجب معناته ما بين الجزرين بتكون عكسة بتكون سالب ما بين الجزرين سالب حطينا وهون موجب وهون موجب هلا الجزوم كومسي لهذا التابع هو ايش ايلي شيرت علي شرط ايلي هذا التابع اكبر من الصفر هذا التابع دائما موجب عبق لي اكبر تماما من الصفر فلاحظ هون معناته محل ما بتكون الاشارة زائد هو اكبر من الصفر محل ما بتكون ناقص هو اصغر من الصفر فهو اكبر من الصفر هون وهون طيب معناته على هالحالة هاي معناته عندي من الناقص لانهاي لعند الناقص واحد على ثلاثة من الناقص لانهاي لعند الناقص واحد على ثلاثة والواحد على ثلاثة ما يداخلي هذا القوس اش يعني يعني هاي القيمة ما يداخلي لو كان حيطة من هذا القوس بتكون هاي القيمة داخلي ايما تمنحط من هذا القوس لما بتكون هاي القيمة داخلي يعني لما بقلي او تساوي الصفر ليس فقط اكبر او تساوي الصفر كان بتوجب علينا نحط هالقوس هاد. طيب برلي شم. وكمان مو بس عندي هاد الطرف. هاد الطرف شطبته بس. عندي هاد مقبول. وهاد مقبول. وكمان عندي من الاتنين ومي داخلة لعند الزائد لانهاي. هيك بكون طالعت له لها التابع هاد. هلا هون عندي بسيراسيز دا عندي ها التمرين هاد. فورا عبقلي اش عبقلي نفس الشي كل هاتون راح يطلب الجزون كومسنة. يعني مجموعة الحال لقلو. فورا بساوي وساوي الصفر وبوز وبوجود الجزور. يعني هاته اول شغلة اش بعمل? بحسب دلتا لهال تابع هاد. الدلتا اش تساوي? الب مربع يعني تسعة. ناقص اربعة مطروبة بمين? اربعة ضرب اتنين ضرب ناقص خمسة. يعني ضرب اتنين ضرب ناقص خمسة. اش تساوي? عفوان هون ناقص خمسة. طيب هون الناقص بالناقص بتصير زائد. عندي اربعة بخمسة عشرين. باتنين اربعين. وتسعة عندي هون فبتطلع الدلتا تساوي اربعين تسعة واربعين. ازا اكبر من الصفر ازا هاد له حل ليل. طيب الحل الاول اش يساوي? كنا نقول اكس واحد اش تساوي? ناقص ب زائد جزر الدلتا على اتنين ا. طيب ناقص ب يعني ناقص تلاتة جزر الدلتا سبعة معناتها زائد سبعة. علش قد? على اتنين مضروبة باتنين يعني على اربعة. طيب هاد ناقص 3 زائد 7 4 4 على 4 معناتها تطلع الـ x1 تساوي 1 طيب الـ x2 الـ x2 ايش تساوي كانت نفس هاي ولكن هون الاشارة ناقص يعني ناقص 3 ناقص 3 ناقص 7 فبتصير ناقص 10 على 4 بقسم هاي على 2 وهاي على 2 فبصير عندي 5 على 2 وما بنسى اشارة الناقص يعني ناقص 5 على 2 طيب طلعوا معي الحلين هلا فورا برسم الجدول بهالشكل هاد هون عندي x هون عندي و هون عندي من ناقص لنهاي لزائد لنهاي و عندي حلين جزرين واحد منهم واحد واحد منهم ناقص 5 على 2 معنات اول شي بحط الصغير ناقص 5 على 2 وبعدين بحط الاكبر منه اللي هو الواحد وبنزل هون متل ما تعلمنا بهالشكل دائرة مفرغة بنزله لتحت بهالشكل هاد هلا باجي للدراسة عندي هاي اشارة موجبة معناتها ما بين الجزرين عكسة معناتها هون عندي سالب هون عندي موجب هون عندي موجب طيب هو ايه اللي هاد اكبر من الصفر معناتها هاي عندي مرفوضة عندي هدول اتنين مقبولات وهي اكبر تماما معناتها كل القيم المحطوطة هون ما يداخله يعني بقول بفتح له قوس بقال له لتزوم كوميسة هاي هي من ناقص لانهاي لعند مين لعند ناقص خمسة على اتنين بسكر له القوس اللي من هالشكل هاد اللي بتكون ما بتكون داخل القيمة فيها وبقال له برلشن يعني كمان من الواحد لوين لال نال نهاي يعني للزائد لانهاي هيك بقول حليت له هالتمرين هاد لهون بينتهي درسنا لليوم شكرا لحسن اصغائكم بتمنى لكم توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة